حديثنا اليوم هو عن primary outcome وعن secondary outcome نحن لما نعمل RCT بيكون هدفنا عم ندرس تأثير دواء معين فنحن لحتى نعرف تأثير هذا الدواء لازم نحدد primary outcome تبعنا وال secondary outcome بكل دراسة حيكونوا موجودين سوا شو الفرق بين primary وال secondary حقيقة ما له علاء الموضوع بأهمية النتائج اللي بنوصل له يعني مش النتائج المهمة بتكون primary أو الغير مهمة بتكون secondary أو العكس تصميم الدراسة هو بيقلنا شو هي primary حسب الباحث شو بده يثبت فالهدف الرئيسي للدراسة هو primary outcome هذا الهدف الرئيسي قد يكون مهم حقيقة نتفق مع الباحث بأنه عم يدرس الوفيات عند مرض معين مثلا عند دواء معين عفوا تأثير دواء معين على الوفيات أو قد يكون الباحث عم يلعب علينا حقيقة فمثل ما حكينا بالدراسة الأولى اللي حكينا فيها عن الانجتنسين أنه درس تأثير الانجتنسين على رفع الضغط الشرياني بطلع معاه هذا هو primary outcome وطلع فعلا أنه الانجتنسين بيرفع الضغط الشرياني أهلا وسهلا بس شو هو النتائج اللي هامة سريريا اللي هي بالنسبة لأنه بتهمنا هل هو بنقس المورتاليتي هل هو بيحسن البروفيوجين هل هو كذا كلها عملها الباحث حضرته secondary outcome شو الفرق بين اتنين الفرق هو تصميم الدراسة الدراسة مثل ما قلنا حجم العين لحتى تعطيني قوة إحصائية قيمتها كذا متعتبت فيها على primary outcome أنا بتطلع ال primary outcome وبشوف قديش نسبة انتشار المرض مثلا أو نسبة الوفيات بالحالة العادية بدون أعطاء الدواء وشو المتوقع بإني لما بعطي الدواء شو رح يكون التأثير توقع التأثير باقدم الدراسات السابقة الفيزيولوجية وغيرها وبعطي قوة 90% مثلا أو 80% وبعطي نسبة خطأ 5% وعلى أساسه فيه قانون القانون ما ادخل بتفاصيله وما شغلتي أصلا طب الأخصائي الأحصائي بيحسب لي فبيحسب لي قوة الدراسة الإحصائية أو عفوا حجم العين حتى تعطيني قوة إحصائية قيمتها كذا بهاي primary outcome بطريقي أنا عم أقول عم نعمل دراسة ونعمل دراسة لماذا نحسب لنا بقية الأوتكامز نحسب الوفيات نحسب نسبة البقاء على المنفس مثلا نعمل قسم العناية بقاء على المنفس نسبة القصورات الأعضاء نسبة الحاجة للغسيلة ونسبة نسبة كذا هي كلها طب يطريقي عم أحسبها هاي كلها بحسبها لما بالأخير لما بتطلع معي نتائج الدراسة وبقول أنه primary outcome طلع معي كذا وكذا وكذا هو هذا اللي بيعمل بالأبستراكت بتلاقوا للخلاصة أنه فعلا الدواء كان فعال أو غير فعال في الوصول لل primary outcome حسب ما هو التصميم الدراسة secondary outcome تنذكر ضمن الدراسة بس ما بتكون هي مثل ما بيقولون لا يستشهد فيها هل معنى هذا أنه secondary outcome أنه هي خطأ لا مش خطأ بس احتمال الصدفة وارد فيها جدا وبالتالي أنا لا يمكن اعتمد secondary outcome كنتائج قوية بنفس قوة primary outcome لو طلع معي بال secondary outcome مثلا وليكن اعتبرنا أنه في نسبة الوفيات كان أحد secondary outcome لدراسة معينة وطلع الدواء الفلاني بنقص الوفيات عند المرضى الفلانيين لما بعطيهم هذا الدواء بس كانت التصميم الدراسي أنه اعتبروا الوفيات secondary outcome مثل ما أنا هل فيني أقول بثقة أنه هذا الدواء ينقص الوفيات عند هدون المرضى لا أبدا أنا فيني أقول أنه بلقينا بال secondary outcome أنه هذا الدواء بنقص الوفيات هلأ هذا وارد يكون صدفة لازم ممكن ناخد هذه secondary outcome نعتبرها فرضية وناخد عليها نعمل دراسة جديدة ونختبرها وهذا شيء مكلف مدائما متوفر أو ممكن ناخدها أو نبلعها متل ما بيقولوا بتحفظ أنه قد قد ينقص الوفيات رغم أنه هي secondary outcome لكنه هذا بيتفق مع بقية الدراسات يتفق مع الفيزيولوجيا واللي نحن متقول متل ما بيقولوا يتفق مع المنطق مع العلم النسبة البي فاليو بالسكندري اوتكم لما تكون منخفضة جدا يعني اقلب كتير من البي فاليو تبع الدراسة الأصلية ممكن اعتبار إلى درجة ما أنه في إلهم إصداقية عموما مرة تانية أنا باخد البرائمري اوتكم يعني بنظرها بثقة أكبر من نظرتي للسكندري اوتكم ما فيني أنا والله يسويق لدواء البرائمري اوتكم هيا عادة أن ينجأوا لها الشركات لما يكون الدواء فيشل بالبرائمري اوتكم تبعه فيروح ويقول لا بس هو بنقص مثلا الكورتيزون بالصدمة الان ثانية هو ما بيأثر عن مرتلتي لكنه بنقص من الحاجة أو بنقص من قصورات الأعضاء المتعددة طيب أنا شوف فرحان على الشر هي كلا سكندري اوتكم مثلا لا يتذكر الدراسة مضبوط لكنه توقع هي كان فهذا خلاصة الموضوع مرة ثانية الحجم العيني حكيت عنه محاضرتين أو جزئين أو دردشتين وراء بعضهم حتى وصلكم الفكرة أنه الفرق بين البرائمري اوتكم والسكندري اوتكم الدراسة تصمم لتعطي فرق احصائي بالبرائمري اوتكم وليس الاسكندري اوتكم اذا حبيت تصمم دراسة وتعمل الاسكندري اوتكم تدرس مضبوط او تصمم الدراسة فهلا وسهلا بس بالاعدادات الحالية بعدد المرضى اللي حددته انت الاسكندري اوتكم ليست بنفس الثقة فيني اعتبرها مثل ما اعتبرت البرائمري اوتكم شكرا جزيلا